فهد المطوع رئيس الرائد مع زميل نسويلم العنزي بعد مباراة اليوم الحمد لله مبروك لنادي الرائد والجماهير ومحبيه هارد لك الاخوان نادي الاتفاك بصراحة بوجهة نظري اعتقد ان هذه اسوأ مباراة لعبناها مباراة سيئة بصراحة يعني من قبل نادي الرائد اعتقد ان هذه اسوأ مباراة لعبناها في الموسم لكن ان شاء الله انها تكون يعني المباراة القادمة نصحح ان شاء الله فيه غلطات كثيرة ان شاء الله ان الجهاز الفني يتكلم مع العيال على الاشياء اللي حصلت لكن اليوم مستوانا ما كان ما كان كويس حاليا الرائد 11 انتصار له متتالي والله الحمد لله ان هذه السنة الحمد لله مختلفين اختلاف كامل ان شاء الله وجاسي نعمل نبذ القصارى الجهدين ان شاء الله الفريق في تصاعد الفريق متى ما تجانس الحمد لله الان الفريق بدي يحس بدي ياخذ الثقة بنفسه وهذا اللي كنا يعني ننتظر من فترة دكة الاحتياط موجودة عندنا الحمد لله كل الامور زينا ترتيبكم حاليا كيف شايفه الحمد لله ممتاز انا اعتقد ان هذا افضل بداية لنا من فترة طويلة شايفتوا هدف النقاط حاليا والله شوف احنا الهدف لسه ما بعد احنا هدافنا ان شاء الله السنة هذه رسمينها باذن الله ان شاء الله تتحقق بفضل الله ثم جهود اللاعبين والجهاز الفني والاداري ان شاء الله ربي بيوفقنا كيف شايف حاليا جدول الترتيب جميع الفرق اللي تحتكم قريبة منه كل الفرق اللي تحتنا ولي فوقنا كلها قريبة يعني تفوز فوزين اللي تشايف نفسك في المقدم اعتقد الدوري السنة هذه صعب جدا والدليل شوف النقاط ما في فروقات كبيرة ربي ان شاء الله بيوفقنا ان شاء الله ونحصل عليه نظاه بخصوص اللاعب سلطان الفرحان ظهر حديث عن انتقاله وخصوصا انه داخل فترة حرة والله شوف سلطان الفرحان وقعنا معه ثلاث سنوات سلطان ريداوي لين ثلاثة وعشرين فما اعتقد يعني الحمد لله والشكر يعني هذا اقل شيء قدم للجمهور سلطان ان شاء الله لين 23 رائدي ماذا توقعت قعت معه قبل خمس سنوات خلصت مع سلطان وقعت ثلاث سنوات وقلي خلصت مع سلطان بخصوص الفترة الشتوية حاليا عندكم فيه ضعفات بفترة الشتوية الفترة الشتوية باقي طويل العمر على الفترة الشتوية لان باقي لنا ثلاث مباريات مهمة قبل الفترة الشتوية ان شاء الله بعد الثلاث مباريات بيكون في تقييم وربك بيأسر جلستم مع المدرب ولا لسه لسه ولا ما راح نجلس مع المدرب لان تنتهي المباراة الوحدة ان شاء الله